موسيقى السلام عليكم ورحمة وبركاته ومشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة الجمعة من ساعة صباح والتي سنواصل فيها الحديث عن الزكاة الركن الثالث للإسلام وفرائض متابعين على موقع التواصل الاجتماعي أرسلوا إلينا بأسئلتكم عن فريضة الزكاة سواء عن أنصبتها أو عن طرق حسابها ومصارف إخراجها وذلك عبر صفحتين على فيسبوك وعلى تويتر فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستجرام شاركونا في الأسبوع الماضي بدأنا الحديث عن فريضة الزكاة وبسبب انتهاء الوقت المخصص للحلقة لم نتمكن من الإجابة على جميع ما وردنا من أسئلة مشاهدين ومتابعين على مواقع التواصل أو حتى الإحطة بكامل التفاصيل المتعلقة بركن الإسلام الثالث لذا سنخصص حلقة اليوم من ساعة صباح لاستكمال حديثنا عن الزكاة مع التركيز على طرق حسابها ومصارف إخراجها ويصحبنا خلال هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ فريد الهندوي المشرف الشرعي بصندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف القطرية أهلا بفضلاتكم وجمعة مباركة أهلا وسهلا أخيرا جزاكم الله خيرا بلنا يوفقنا إن شاء الله ويفقكم جميعا آمين يا ربا لما يحبه الله ويرضع كما نوه مشاهدين الكرام إلى أن نتلقى مشركتكم واسئلتكم عبر أرقام الهاتف لا تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتها الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشرة مولانا في البداية الحديث حول الزكاة ومشروعياتها سريعا يعني تذكير الناس بمشروعية الزكاة طبعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله طبعا من نافلة القول أن نتحدث عن مشروعية الزكاة فالزكاة يكفي أنها قرنت بالصلاة في مواضع عديدة من القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة والصدقة هم المقصودة إيه اللي هي الزكاة فلي أيضا من فرضة إيه الصدقة وقال الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الصدقات اللي هي الزكوات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر إليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم الإجماع حتى نظرت إلى الفرق المبتلع الأخرى كله أجمع على فرضية الزكاة ما أحقى في يوم الأيام أن الزكاة مستحبة أو أن الزكاة مكروهة أو أن الزكاة في بعض واجب كله أجمع على فرضية الزكاة وأن من تركها فهو آثم وإن تركها جحودا فهو كافر خارج من الملة فليه إجماع فإذن الزكاة واجبة بنص القرآن بنص الكتاء السنة بالإجماع إجماع الأمة الإسلامية اليومية طيب ماذا عن أوعية الزكاة؟ فيما نزكي نعم شوفي الإخوة المسائش الزكاة الزكاة يا أخي مجاهد أنا خاصة للجمهور كله هذا شيء طيب 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 الزكاة يشوف الكتب اللي أنت شوفها عن الزكاة كلها نعم منهم من تكلم في الأوعية منهم من تكلم في فرضيتها منهم من تكلم عن الذهب بس عن الفضة بس عن النصب بس الزكاة اللي أنت شوفها كل كتب الزكاة لا تخرج عن أربعة أنواع أربعة أربعة الأمر الأول من الذي يأخذها تمانية اللهم من نمى السلقة للفقراء مساكين عاملين عليهم مؤلفة القرون في الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل من الذي يعطيها الذي يعطيها هو المسلم الذي بلغ نصابا حوالها العائلة الحول الملك التام بعيدا عن زيانة على الحجر الأسطي طيب ما هي الأموال التي فيها الزكاة من الذي لا يأخذها الذي لا يأخذ القوي كما قال النبي ذو مرة سوي هو القوي الشاب لسه ممكن يعمل لا يأخذ من الزكاة الأغنياء لا يأخذ من الزكاة الأصول والفروع الوالد والولدة وإن على والأبناء وإن سفلوا ثم بعد الزوجة لا تأخذها وأيضا بني هاشم لهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلاف في بني المطلب لكن المتفق عليه بني إيه بني بني حاشم طيب إيه الأموال ده الأمر الثالث ده الأمر الثالث الأمر الرابع إيه الأموال إيه الأموال حيث لماذا يا أخ مجاهد أو الإخوة المستمعين يشوفون أي شيء خارج عن هذه الأربعة فدي ملخص الزكاة كله لو عرفت هذا الملخص يبقى يعني استكملت معرفتك بالإيه بالزكاة طيب نبدأ بمن يأخذها أم من يعطيها زي أنت عاوز زي أنت عاوز لا نبدأ بمن يؤدي الزكاة آه يعني من تجب عليه الزكاة طيب الزكاة طبعا يعني عاوز أقول هذه الكلمة طيب ليست سيفا مسلطا على رقاب الناس كما يظن البعض بعد يقول الزكاة مع أنه فيه أصلا فيه النظام الاقتصادي والضريب العالمي نظام الضرائب أشد ضراوة من الزكاة نحن عبارة 2.5 كل مئة ريال بيأخذ مننا بيأخذ 2.5 ريال في المليون بأخذ 25 ألف في المئة ألف بأخذ ألف ونص فيناك فرض الضرائب على ما في بعض البلدان على مستوى العالم كله نظام ممكن 50% من أموال الناس فالذين يعطون الزكاة لابد أن تتحق فيهم عدة شروط الشرط الأول هو الإسلام فلا تؤخذ من غير مسلم حتى وإن أدها بنية الزكاة لا تقبل منه لأن الله يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وهم ليسوا أهل للطرطار خاصة بالمسلم فأول شيء أن يكون مسلما اتنين أن يملك النصاب النصاب طبعا عندنا الأموال الأموال لازم نبدأ من الأموال نبدأ من الأموال عشان نصاب طيب ندخل في الأموال 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 لا تخرج عن ثلاثة برضو أنا ألخص لك المستمع الزكاة كلها نعم فإذن الزكاة أربعة أنواع خذناه من الذي يأخذها؟ من الذي يعطيها؟ من الذي لا يأخذها؟ الأموال بس أل الزكاة لما يجي عند الأموال ثلاثة أنواع ثلاثة أنواع نوع أموال تخرج من الأرض وإلى الأنعام وإلى أسمان بس أدل الأموال يخرج من الأرض إيه اللي بيخرج من الأرض؟ ثلاثة أنواع شو التقسيمات جميلة زيدنا عصان ايه ساحل المستمع يعني عندي الاموال بتاعت الزكاة كله مش كل اموال الاموال تلت اموال يا اما نوع بيخرج من الارض يا اما الماشية يا اما الاثمان طيب نبدأ من ايه من اللي يخرج من الارض تلاتة هم اول شي الركاز المعادن الزرع والثمار ده اللي يخرج من الارض اما ركاز يا اما معادن يا اما زروع وثمار والبعض الحق بها العسل لان العسل في النهاية بيخرج من الارض لان عبارة عن ايه النحل بيتغز على ايه على الشجر فيأخذ منها او بيتغز الجبل يوم يدل كله برضو ايه من الارض ادي اول نوع تلت نوع الماشية الماشية اللي هم الانعام تلت انواع تلتة برضو تلتة برضو كويس الاولى الاول الابل نعم اتنين البقر ويلحق به الجاموس نعم الغنم ويلحق به الضقل جميل يعني خارز ايه في غير ذلك ما فيش ذلك ما فيش بقى هلقول بقى الخيل ومش الخيل الله يعزك الحمير كل هذا اللي يدخل فيه مهما بلغ عندهم من الاخيل الغالي جدا لكن ما بانه ان لا يسع عليه الزكاة وان كان في رأي مولانا وسماحة الشيخ عبدالعز بن باء الشيخ يوسف القرضاوي بإجابة الزكاة فيها لكن طبعا هو رأي تفرد به الشيخ يوسف القرضاوي طيب يتبقى الاثمان 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 بمعنى فيه اشياء كلها خضعة للنظام الذهب والفضل العالم كله خضع للنظام الذهب والفضل او الذهب على الواجه بقوم التجارة بايه بالذهب بقوم الاجر والراتب بايه بالذهب بقوم المستغلات بايه بالذهب بقوم الاسهم بالذهب السندات بالذهب الصقوق بالذهب كله خاضع للايه للذهب لما تقوم اطلع اطلع كم في عروض التجارة أقول له على نصاب الذهب 25 جرام تشوف كم إنه لو بلغ عندك 12 ونص 12 ألف ونص التجارة بتاعتك تخرج منها كذلك الأسهم عندي سهم 200 تقول ما عندكش الزكاية طب إمتى الحد ما يبلغ التمن هذه الأسهم إلى الأموال أيضا بنفس الطريقة كل المتقوم بها الريالات الدولارات اليورو كله نبدأ بالنصاب في الثمان في الذهب والفط نبدأ بالذهب نبدأ بالذهب الذهب نصابه معروف طبعا العشرين مثقال ما يعادل هذه الأيام 85 جرام 85 جرام ذهب أي عيار عيار 24 عيار 24 اللي هو أعلى عيار لماذا لأنه هو الذهب الخالص لا يدخل فيها نحاس آه لا يدخل فيها نحاس ولذلك النساء اللي بيجي تشتري وما بيشتريوش الـ 24 لأنه لين جدا يعني مثلا لو نمت عليه ولا مثلا ضغط ولا ابنان بسك وكده خلاص يلين بسرعة فبيغلو دايما الـ 21 لأنه فيه نحاس فبيعمل عميل ايه شدة وتماسك ايه للذهب لكن لو نحسب الزكاة بنحسبه على ايه على عيار 24 طيب الصافي الزهب الصافي 85 جرام 85 جرام أقل من هذا معلل الزكاة ولذلكiyا لما امسك مثلا ايه 21 جرام الـ 21 جرام ده المقول او 21 مش كل ذهب فلوح لمسا أن امرأة قالت لي مثلا ربنا بارك فيها قالت لي مثلا أختي أو بنتي قالت لي مثلا عندي 85 جرام سلسلة وذهب 25 جرام 21 مش ايه مش ذهب كله طيب كيف يمكن حساب 21 جرام ايوه في معادلة اتبع عندك والنومال عشان بس انقرب الضبط المعادلة وزن الذهب اللي عندك لو تخيلنا 100 جرام ممتاز جدا لا خلاه 85 عشان تعرف تعرف ايه 25 جرام في نوع العيار في نوع العيار 21 تقسم على 24 اقسم الناتج على 24 نعمل لك ان اضربها كم عندي 85 85 جرام في 85 ده ما امتلكه 85 مئة امتلكه في نوع العيار كم في نوع العيار 21 21 كم على ايه دي 1700 كم على 24 على 24 ماشي كان برضو 74 جرام ذهب 74 يبقى ما فيش ذكه ما فيش ذكه بس بعض النساء بعض النساء وده اللي المتبع دول يعني ذكه ثم فرقت كيه فرقت الشيء ممكن تفرق بالله عندها كيلو وعندها تنين كون تفرق كتير جدا طيب هنا سؤال برضو فضلتك طيب هذا ذهب للزينة والحلي أم للتجارة والكنز والحفظ على المال كواز جدا سؤال منتز جدا يا أخي مجاهد الذهب اللي هو بتاع المرأة وده اللي احنا نصنا عليه في كتاب في الصندوق الزكاة عندنا لما يجلون زكروا قالوا إيه في الندوة التي عقلت في الشارقة 1096 بالنسبة لحلي المرأة حلي المرأة في اتجاهين والاتجاهين في غاية القوة لما تقرأ مثلا في كتاب زي المهني أو المجموع اللي يوم النوأ أو ابن قدامى تجد اللي اتنين تذكروا الأدلة كل واحد ذكر دليله الأول هو ماذهب أبو حنيفة ماذهب أبي حنيفة ماذهب أبو حنيفة قال عليه الزكاة إذا بلغ نصابا عليه الزكاة إذا بلغ نصابا فالمرأة التي عندها 85 جرام أو 100 جرام بلغ النصاب عليه الزكاة قال له عموم الذهب ذهب ده ذهب ما فرقش من الحلي وغير الحلي نعم خلاص كده طيب ده ماذهب مين ماذهب أبو حنيفة وده اللي أخذ بمين الشيخ محمد صاحب بن موسيمين وأخذ بشيخ عبد العزيزين باز مع أنهم اللي اتنين ايه اللي اتنين حنابلة لكن أخذ برأيي أبي حنيفة ده الماذهب الأول الماذهب الثاني هو الملكية والشافعية والحنابلة ده بعدم الزكاة في الحلي الذي اشترته المرأة بنية الزينة سواء اشترته هي أو اشتراه زوجها أو اشتراه أبوها يعني أنا اشتريت البنتي نعم يوم ما اشتريت كان نيتي يوم ما تجيب البنتي الزينة الزينة يوم ما اشتريت الأختي كان بنسبة الزينة يوم ما اشتريت زوجتي كان بنسبة الزينة هذا لا زكاة فيه عند الأئمة الثلاثة والرأي الراجح قال بقى هنا طيب الرأي الراجح شو بقى هنا الندوة يعني الرأي اللي نأخذ بي يأخذ بي الراجح ده المهم لا الرأي قال بقى إيه ويرى المشاركون في الندوة نعم وهم حوالي 30 عالم على مستوى العالم الإسلامي نعم في ندوة الشارقة ستأفزل ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله نعم ثم قال فيسعوا أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين نعم عاوز يأخذ بدا يأخذ يأخذ بدا يأخذ وده اللي احنا بإيه بنوخير في النساء كل النساء أقول لك احنا عاوزين ندفع الزكاة طيب معنا اتصال بندر من السعودية تفضل أخي بندر يبدو أن احنا فقدنا الاتصال مع زرة أخي بندر عدناك كثير على التليفون مع زرة لي يبقى في الحلي في رأيين في رأيين الراجح فيهم ومزم الجمهور ما زاب الجمهور الا أن زينة لا زكاة علي الزكاة في الذهب تخرج ذهب أم تخرج مال هنا هذا جائز وهذا جائز لكن الأصل في إخراج الزكاة من عين المال من عين المال المال اللي عند الآن ذهب اخرج من الزهب عند الآن الفضاء اخرج من عين الفضاء عند الماشيئة أخرج من الأصل لكن الآن صعب جدا حتيجي مثلا إمرأة تكسر شيء من الذهب فبيعمل إيه؟ تقوم بهمه ثم تشوف كم النهاردة كم ورح بطلع إيه أموال سواء ريالات أو الجنيهات أو يورو أو دولار زي ما عاوزها طيب لو المرأة معها ذهب بلغ النصاب وليس معها سيولة في إخراج الزكاة نعم كيف تدعمها؟ ممتاز ده المسألة طبعا هذه المسألة كل بحثت من طبعا العلماء أنا أنقل عن العلماء طبعا أنا بأهم بنغت من هذا السن لكن لا أنقل إلا عن العلماء طبعا عاد إلينا باندر يعني فضل أخي باندر السلام عليكم عليكم السلام وحسن وكاتب فضل الشيخ يعني إذا كان في شخص مثلا زكاة المالية مليون ريال نعم ووضع مثلا نصفها لشخص محتاج فطير نعم وأعطاله هي على أساس من باب أنه هو يعمل فيها تجارة وينمو ويعتمد على نفسه وكذا نعم والخمسمية ألف الثانية ودعها كمان على البقراء بس بكميات بسيطة نعم يعني هل يجوز للشخص اللي يبغي يزكي أنه يضع مثلا نصف ماله لشخص بقيل عسا سكتريا ما هو يعمل به شكرا لك شكرا لك باندر باندر نقلنا إلى من يأخذ الزكاة لكن إجابة سريعة لباندر هل يجوز نصف المال لفرد هو مش نصف المال أعتقل مش بيقصد نصف الزكاة نصف زكاة المال فالمليون بتاع الأخ باندر المليون عنهم خمسة وعشرين ألف خمسة وعشرين ألف ريال طبعا سواء ريال السعودة أو ريال قطرية خمسة وعشرين ألف هو بيقول لو أن زكاة المال تسوي مليون زكاة المال زكاة المال نفسها تسوي مليون هل ممكن يعطي نصف زكاة المال لفقير يساعده على بناء تجارة أكيد أكيد طبعا لأنه أنا أعطي إنما الصدقات للفقراء وهو بنفس كلام الأخ باندر ربنا بارك في عمره إنه أقل إيه فقير فهنا ممكن أعطيه أقول له كما يقول المسأل الصيني علمني الصيد ولا تعطيني سمكة علمني الصيد وده اللي عمل الرسول نحن نقول المسأل الصيني لكن الرسول عمله من زمان لما جاء الفقر يقال اعطيني يا رسول اعطيني يا رسول قال له تعالى وجدوا هو إنسان إيه فتي قوي زو مرة سوية كما قال النبي فأعطاه قدوما قدوما عندنا في مصر يسموه اللي هو المن أرى اللي هي الفأس الصغير فقال له خذ هذه بتاعه واحتطب أخذ المال للرجل الخليل القدوم من الرسول السلام وظل يحتطب يعطب يعطب قسر الشجر القديم وكان زمان كل النار بتاعتهم للطهي والأكل من الحطب وروح يبيع وروح يبيع حتى صار غنيا فقال النبي صلى الله خير لك هذا من أن تمد عليك أعطوك أو تمد عليك الناس أعطوك أو منعوك وصار بقى كده غني فنفس القصة أنا لأتي لو الأخ بانظر أنا عندي لأتي عندي مثلا الزكاة بتاعتي وأعطيها الفقير أقول له خذ اعمل مشروع افتح مثلا بقالة افتح ورشد بن جارة افتح ورشد حدادة ونشتغل بين جائز بل هذا هو المطلوب ده هذا المطلوب طيب بالعودة للسؤال المتعلق بي لو المرأة الحلي بلغ النصاب ولها أن تخرج الزكاة وليس معها سيولة نعمل إيه الآن إما أن تخرج من الذهب نفسه نعم تقوم مثلا الذهب على كم جرام لو لقيت مثلا خاتم أو لقيت مثلا حلق صغير بنفس الجرامات دي تخرجه جائز وتخرجه طبعا الجماعات الخارجية بتاخد بيعه هي تصرف فيه بعد كالجماعات الخارجية أو ما عنداش سيولة ما عنداش فلوس نعمل إيه نقول له في زميتك الآن عشرة ألاف أو في زميتك خمسة ألاف ريال سديديهم بعدك يؤتمر دين عليه دين عليه خلاص في زمتها طيب بس الأفضل ألا يأتي الحول اللي بعده ويكون إيه انتهت من سريه هذا الدي ما زلنا في فكرة النصاب وهذا نصاب الذهب طب ما هو نصاب الفضة نصاب الفضة برضو نفس الموضوع الفضة برضو أقسام الفضة برضو جرامات أعلى أنواع الجرامات الفضة الألف أو التسعمية تسعة وتسعين خلاص كده ده أعلاهم النهاردة تمامهم حوالي تلاتة ريال تلاتة ريال طيب النصاب كام خمسمية خمسة وتسعين خمسمية خمسة وتسعين خمسمية خمسة وتسعين جرام فإذا وصل للفضة خمسمية خمسة وتسعين يخرج زكاة هنا بقى السؤال أنت متأكد أنت تسأله لي لكن لا يوجد أن أسأله طب يطر أقوم المال بتاع الريالات النصاب نعم يطر على الذهب للفضة سؤال مهم طبعا السائد طبعا عندنا في صدق الزكاة وعندنا في قطر أو المعظم البلدان الإسلامية الذهب الذهب خلاص كده أشوف النهاردة المال اللي عندنا عنده ألف ريال الزكاة المال هذه الأيام عندنا في قطر 12 ألف ونص لسه مبارح 12 ألف ونص ريال جبناها منين عشان بس المستمر جبناها منين الخمسة وتمانين الجرام خلاص دي سبتة عندنا خمسة تانين جرام بشوف النهاردة سعر الجرام 24 كام كان المبارح 147 و 22 فصل 22 ده بالريال القطري بالريال القطري نعم طلع حوالي كام 2500 12500 يبقى اللي عنده أقل من 12500 فلوس ريالات معلو الزكاة طيب ممتاز البعض قال لا النصاب على على الفضة طيب 595 في ثلاثة حوالي 1200 1200 ريال يعني اللي عنده 1900 ريال عنده 1000 ريال بقى غني أطلع الزكاة طب ما الذي قال بهذا قال بهذا علماء ليه قالوا العمل بنصاب الفضة مصلحة الفقير لأن الهدف من الزكاة مصلحة الفقير آه فأنا الفضة يا له طلع كله يطلع فلوس بأن الفقير أستفيد صحيح والعمل بنصاب الذهب مصلحة الغني 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 مش كله فلوس صراحة أعجبني وأزهلني رأي العلامة يوسف القردول في كتاب فقه الزكاة كتاب رائع نعم قال لو نظرنا بالعين بالعين الفاحصة للمال الإسلامي نجد أنه تعالى الماشية الماشية نعم الماشية الخم تعالى شوف الجمل الواحد بالثمن وكام نعم مش أقل من حوالي بتاع خمس خمس جمل بكام كاذا ألف طب تعالى للزروع الخمسمائة وتسعين كيلو بكام كاذا ألف تعالى للمعادن ألاف فلما تجي عند الذهب وتجي عند الفضة تجي ما فيش مقرنة ما فيش نسبة بين الايه بين الأموال الأخرى نصاب الأموال الأخرى بالنسبة للمعادن ها إزاي دي فإقرأ أقرب نصاب يعني إلى الأموال الأخرى هو نصاب نصاب الزهب فالأخذ بالذهب متعين وده رائع جدا جدا طيب هذا فيما يخص الذهب والفضة فيما يخص الأموال الأموال تدخل في أمور كثيرة يعني إما المال أو عروض التجارة بيقوم بالمال المال ما هو النصاب في المال هو 85 جرام ذهب المال اللي هو إيه مصر كيمة مال واسعة النقود 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 النصاب له 85 جرام ذهب كويس طب إذا بلغ النصاب هل هناك شرط آخر مع النصاب طبعا يقول لك العلماء يقول لك إيه ثبت العرش ثم نقش واحد يقول لي إيه أقول لي شيخ أنا عاوة طلع الزكاة أقوله الأول أنت عندك نصاب أول سؤال سؤال دي البداية البداية يقول لي عندي نصاب أقول لي معك كان يقول لي معي 50 ألف ما لغ النصاب أحراص انتهني النصاب كما اتفقناها أكل مجال 50 ألف ريال في عملات أخرى 50 ألف لا تسوي شيء نعم طبعا بس يعني مثلا هنشوف مثلا 85 جرام لو ضربناهم بالجني المصري الوقت اسمه إذا الجني المصري الـ 24 الجرام بـ 625 جنيه الجرام الجرام الواحد 625 لو ضربت في 85 مبلغ يعني 85 في 625 مثلا يعني 53 ألف 53 ألف النصاب يعني اللي معاك اللي معاك 40 ألف ليس عليه زكاة ليس عليه زكاة الجني المصري نعم وهلوم ما جرد الدولار بقى هو التسبيت هي 85 جرام دا عين 14 نعم عين 14 طيب الشرط الآخر الشرط الآخر دا مهم جدا حوالين الحول حوالين الحول بمعنى بمعنى أنا التي النهاردة النهاردة جالي ميراس يعني أقرب شي بيضبط الأول هاجبها من نحيتين عشان بسي صدر الناس يسمعون جالي ميراس الآن الميراس كام 20 ألف 20 ألف دول كام واللي وليتي توفية أمي توفيت عليها رحمة الله كلام ذا كده فخدت من الميراس بتاع 25 ألف الذي ألا إليه هنا 20 ألف دول إيه بلغ النصاب بلغ النصاب بلغ النصاب النهاردة كام النهاردة 19 مايو أو 21 خلاب السنة الهجرية طبعا أفضل الميلاد نتحدث عن الميلاد فنهاردة 21 شعبان 21 شعبان القادم يكون هذا المال موجود عندك لو قل عنه لا زكاة عالت 20 ألف ولو ذات أنا أجانك في الكلام لو 20 ألف نقصه على 12 ألف ونصاب اللي هو النصاب ما في الزكاة طب لو جئي عن الشعبان القادم كانوا 100 ألف أزكي على 100 ألف على 100 ألف كله على 100 ألف كله طيب معناة صال علي من الجزائر تفضل أخي علي أخي علي عليكم السلام ورحمة الله كيف تفضل شيخ عندي سؤال بالنسبة بالنسبة لإخراج الزكاة هل يجدوا لي أن أقلس بعض من الزكاة قبر مطن بعض الزكاة أن يجدوا لي أن أخرج الزكاة بعض من الزكاة قبل رمضان قبل رمضان طيب الحول بتاع رمضان طيب هل حضرك تخرج الزكاة في رمضان لا أخرج بعض من الزكاة الحول بتاع حضرتك الحول بتاع حضرتك إمتى فندم يعني العام بيمر على حركة إمتى هل في رمضان ولا قبل رمضان لا لا إذا يصبح نزام حد سنة طب على الزكاة وقت الزكاة لما يبلغ حد نخرج بعض من الزكاة في تقارب الناس عندها أنا نأتي مثلا بيحصل طول السنة أنا الزكاة بتاعتي في رمضان خلاص أنا حضرت زكاة بتاعتي في رمضان لكن بيحصل في حاجة الآن حاجة ملحة اللي أنا عاوز أطلع لواحد فقير فلوس هل ممكن أخرجها آه نعم أخرجها في رجب أخرجها في ربيع أخرجها في بتاع ده صفر أي وقت محرم أخرج الزكاة واكتب عندي بنية الزكاة وقالي أخرجها بنية الزكاة بنية الزكاة أنا أخرجت خمسة ألاف أنا أخرجت عشرين في كل رأسي عندي لما يجي رمضان أحسب الزكاة بتاعتي وأخصم منها وأخصم منها لإيه أخصم منها اللي أخرجت طيب إفر كان أزيد إما عندها رأيين إما أرحلوا لزكاة العام القادم نعم يا إما اللي أنا أقول لي خلاص ما زاد إيه صدقة خلاص فممكن ودعنا ودعنا أنا نفسي بعملها بعمل إيه يعني مع إخواني طول السنة في بيوت أنا أعرفها بطلع لهم راتب شهري بس يكون لازم من أقول الأمام القدام بطل راتب شهر مثلا 2000-3000 وكتب عندي لما يجي عندي في رمضان أول رمضان أشوف أنا طلعت طول السنة كاما طب العكس من هنا هل ممكن تأخيري الزكاة آه لا يجوز تأخيري الزكاة لا يجوز هنا بقى تأخيري الزكاة حتى لو فيها مصلحة لا فيها مصلحة جائس زي مثلا إيه لقيت مثلا أني في واحد في المستشفى الآن وهو في أمسل حاجة إلى المان لكن في المستشفى الآن مش عارف هوصلها هوصله الفلوس ما يدرش يخلها الآن انتظر لحد ما يخرج من المستشفى بس أعمل إيه هروح أحطه عندي في ظرف وأبلغ إيه أبلغ أولادي أبلغ زوجتي أبلغ أصبح دين علي ده أخول يا جماعة ده مش أموال ده أموال الزكاة لأنه ممكن اخترموا الوطفاء العصر طيب معنا اتصل أحمد من قطر تفضل أخ أحمد سلام عليكم أخ أحمد نسمعك تفضل أيها مرحبا مرحبا أيها بالنسبة لنا أتكاوين هنا ولا في السودان سؤال مهم أشكرك أحمد شكرا جزيلا ومعنا اتصل آخر أشرف من قطر تفضل أشرف سلام عليكم عليكم سؤال كاتو تفضل والله يا حضرت عندي قطعتين أرض تفضل واحدة للمنى والثانية تنقلنيها على خطة نجاحة وابل مين هاي الثانية جعلها الزكاة ولا منها الزكاة يعمل إيه لا السؤال الثاني أخ أشرف ما كانش واضح يصوت عندي قطعتين أرض قطعتين أرض آه واحدة أبنية والثاني هبتبي يبنيها تسكن فيها اللي هتبنيها تسكن فيها يعني هبتبينا طيب اسمعنا من التليفون بس يا قصد أشرف القطعتين أرض القطعة هتبنيها تسكن فيها طيب والثانية هبتبيحها عشان أبني بنا نعم أقل الثاني دي على الزكاة ولا مع الزكاة طيب أشكرك شكرا جزيلا عز الدين من الجزائر تفضل السلام عليكم أستاذ الكريم عليكم سوف أكد فضل هناك يخرج الزكاة فيجعل القطعتين هو على مجموعة من الناس من المساكل نعم نعم أمكاين أنا أنا العادة عند خراج الزكاة أعطيها لأحد من الناس إلى رجل أو رجلين نعم لكي فأنتظري أنا أعطيني الحكمة هل هل من يستحزن أن نعطيها لأرات الواحد يستنفع فيها أو نقسمها على على قويف لكن عبارة عن عن مبلغ زهيد من المال نعم أشكرك أشكرك أخي عز الدين معنا إبراهيم من قطر تفضل أخي إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يافيكم بشكل عام تفضل كيف أعرف أن هذا الأمر عليه الزكاة هل هناك قاعدة مبارك الله فيك أشكرك أخي إبراهيم شكرا جزيلا فضلتك السؤال هل الزكاة المتطهر يبدو أنه من السودان هل الزكاة يخرجها في السودان وهو الآن مقيم في قطر أم يخرجها في قطر في عندنا قاعدة الأخوة المستمعين عندنا قاعدة أنا عند زكاة الأموال وزكاة الفطر زكاة الفطر حيث يوجد الإنسان فأنا الآن في قطر أطلع زكاة الفطر فين في قطر طب أولادي في مصر أطلع زكاة الزكاة بتاع الفطر بتاعتهم فين في مصر زكاة المال حيث يوجد من مال فأين ماله ماله الآن في بنوك قطر تخرج الزكاة هنا ماله في بنوك السودان تخرج في السودان لكن قد يستدعي الأمر والحاجة اللي أنا أخرجها مثلا في أمريكا أخرجها في المغرب أخرجها في ماليزيا يستدعي الأمر لكن الأصل في الزكاة حيث يوجد المال تخرج الزكاة وبالنسبة لزكاة الفطرة حيث يوجد الإنسان طيب معنا تصال أخر عبد الحميد بن تونس تفضل أخي حميد الزراعات السقوية تخرج عليها جاكات أم لا ماذا أخي حميد أي شيء الزراعات السقوية مثل البطيخ أو غير ذلك طيب أشكرك أخي حميد شكرا جزيلا أشرف عنده قطعة أرض قطعة يبنيها يسكن فيها وقطعة أخرى سيبحها لبناء بيها البيت الأرض العقارات عموما الأرض الشقق البيوت فيه ثلاث أنواع واحد بشتري هذه الشقة أو هذه الأرض بشتريها علشان أبني عليها واسكن فيها الاستعمال الشخصي لا زكاة عليها لا زكاة عليها واحد بيشتري هذه الشقة أو هذا الأرض علشان يبني عليها محلات ويأجرها لا زكاة على الأرض وإنما الزكاة على الخارج من هذا الإيجار يعني لو الخارج من هذا الإجار بلغ النصاب طبعا ومدخر لو بيقول الإجار ده بيصرف أولا بأول لا زكاة لأن احنا عندنا وإحنا اتفاقنا من ضمن الزكاة حولان الحول ما فيش حول عنده الفلوس عملا تصرف أولا بأول في واحد بقى بيشتري الشقة أو بيشتري الأرض زي الأخ أخونا الأخ اسموه أحمل ولا إبراهيم نعم أشرب بيشتري الأرض الثاني علشان أبيعها وأبني بيها الشقة إذن بيشتري علشان البيع وعشان المكسب وكلام زي كده يبع عليها الزكاة لو حال على الحول لو حال على الحول كل سنة أزكيها إنما لو باع القطعة الأرض والفلوس دي راح بانا بيها البيت لكن ما فضلتش لمدة سنة ليس عليها زكاة انا نعم في برضو حتة برضو بالنسبة لو باع دي مهم جدا جدا وهو المبلغ المرصود لغرض معين أخذوا بالكم الإخوة المشاهدين لو أنا لاتي باعت الأرض دي باعها باعها مثلا بمليون وباعها هبتري يبني باقي الشقة الجديدة دي المليون بدأوا النهاردة النهاردة 21 شعبان أو 22 شعبان تلاقي يبني في الشقة بتاعته نعم لما جيت 22 شعبان القادم كان لسه باقي من المليون كام 50 ألف بتاعه يزكي 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 هذا المبلغ نعم فأي مبلغ مرصود لأي غرض معين جاء الحول ومنه شيء لابد أن يزكي نعم طيب معنا مجموعة من الإتصالات مزمل من قطر تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل أنا بزقي لو عندي سيارة موجودة في السودان وكانت القيمة بتاعته يعني فوق النصاب نصاب الزكاة فحال عليها الزكاة وحال عليها الحول ما استفيد منها في شيء هم تروكه موجودة يعني الاستعمال الشخصي للبيع وللعرض للبيع ولا بالضبط والله هي للعرض للبيع موجودة يعني ما استعملها الحين وما استفيد منه يعني تارضها للبيع موجودة ما أحديت هنا بياه بياه نعم أشكرك أخي مزمم من القدر شكرا جزيلا عبدالله من السعودية أخي عبدالله تفضل أستاذ عبدالله أنا عندي قبعة أرض نعم والأرض هذه كبيرة يعني المبلغ الذي هو زكاةها ليس عندي كنقد عشان أدفعه لأنها مثلا لما ترفعه ممكن أقدر أدفع زكاةها نعم الله أضح السؤال واضح السؤال بفعل شكرا لك أخي عبدالله من السعودية معنا عمر من كندا تفضل سيد عمر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله والله أرجوك يا شيخ لو تعد لما قد إذا كان إنسانا عنده مال وبعد سنة يعني من متل ما قلت من تعتاش تعتاش مال يعني الهجري إلى لما بعد سنة والمال هذا يعني زاد بعد سنة زاد أنا لم أسهم يعني الإجابة لو تعيد الإجابة من المتشكرين لك وحال حول الحال شكرا لك عمر شكرا جزيلا لك عمر مشاهدينا كرام فصل قصير ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتفضلوا بالبقاء معنا نتوقف الآن مع تعليقات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينقل علينا زميلي حسام يحيى تفضل حسام شكرا لك مجاهد إذن عن الزكاة وردتنا الكثير من التعليقات والأسئلة بخصوص الزكاة على صفحتين عبر فيسبوك وعبر تويتر كما سنتابع حساب هيا كتبت أو سألتنا قائلة هل يجوز أن أعطي الزكاة لشخص وأنا أعلم أنه سيصرفها في كماليات وهل يجوز أن أعطي الزكاة لشخص بدون أن أخبره أنها زكاة وأقول إنها هبة أو هدية حتى لا أحرج هذا هذا الشخص علي أيضا كتب قائلا كم نصاب الزكاة أيضا رامي هل الأموال العامة والموقوفة والخيرية عليها زكاة تسأل رامي أيضا عبدالصمد الزكاة تكون على سعر البيع أم على سعر الشراء حياة أقول في تعليق أو سؤال أنا أمرأة متزوجة وأمي أرملة براتب قليل هل يجوز أن أعطيها زكاة تقول حياة أيضا حساب آخر متى بالإمكان إخراج الزكاة هل عندما تبلغ النقود مليون مغربي وما القدر الذي تخرجه لين تقول أخي ما مقدار زكاة المال عن الذهب الذي تقتنيه الزوجة للزينة والذي حال عليه الحول بالتأكيد سيجيب الضيف على كل هذه الأسئلة التي وردتنا عبدو أيضا يقول كيف أخرج زكاة فواكه مثل الموز والمانجو وما شابها ذلك من الفواكه أو المزروعات من وجهة نظر الضيف أو سؤال الضيف محمد أيضا من أهم أسباب تخلف اقتصاديات الدول العربية تخليهم عن النظام الاقتصادي الإسلامي والذي يعتبر الزكاة هي عماده نعود من هذه الأسئلة سريعا إليك مجاهد وإلى ضيفك الكريم شكرا لك حسين يحا وشكرا المولقين الأسئلة كثيرة تحتاج إلى حلقات سريعا شيخون الفاضل عبدو حاج وعبد الحميد تونس السؤال واحد كيف نخرج الزكاة زكاة الفواكه الموز والمانجو ليس عليها إلا إذا كانت التجارة إلا كانت التجارة عبدالله من السعودية يقول عنده قطعة أرض كبيرة والمال ليس معه الآن هل عندما يبحى يخرج من المال كل سنة لو ظلت عنده عدة سنين يشوف قطعة الأرض تمانها كامل النهاردة كل سنة كل ما يجي عليها الحول يشوف تمانها كامل النهاردة ويكتب عنده في الضفتر الزكاة بتاعت سنة 2017 2015 يكتب عنده عندما يبيعها يروح جامع هذه الزكاة ويروح مطلعها طيب مزمن من قطر عنده سيارة في السودان عرضها للبيع عرضها للبيع كل سنة يتمنها يشوف تمانها كامل النهاردة إذا بلغت نصبا مع ماله عنده مال مثلا عشرين ألف أضم الاثنين اللي بعضيهم نعم عنده مثلا سبعة ألاف ريال في البنك وعنده خمسة ألاف تسامن السيارة الاثنين اتنشر ألف بلغوا النصاب يبلغوا النصاب يزكيه طيب سؤال عز الدين حرج جوابت عليه قال يستحسن أعطي الرجل واحد أو يقسمه على أشخاص مال له المصلح ممكن أعطيها الواحد بس ممكن أعطيها التلاتة ممكن أعطيها التمانية لكن حسب المصلحة نعم نحس أغنيهم يعني أغنيهم قال إغناء لمدة سنة طيب مرة أخرى لأن إبراهيم من قدر سأل على إيش يعني موضوع الزكاة إيش شرطين النصاب والحول نعم طبعا نصاب خمسة وتمانين جرام دهب والحول يعني العام ده السؤال بقى المقصود عمر من كندا نعم حساب الحول كيف أحسب الحول الحول من سنة للسنة بمعنى النهاردة النهاردة بلغ معي 21 النهاردة شعبان وهو الـ 12 ألف ونص أو 15 ألف دولار على أساسا هو إيب الدولار وكامل إذا كنت أعرف عنده يساوي خمسة وتمانين جرام ذهب عيار 24 نعم يساوي خمسة وتمانين جرام ذهب 24 نعم هذا المبلغ توفر عندي الآن وثبت على سؤال المشايخ لو أبيسألهم هناك في المركز الإسلام إنه هو بألغ النصاب خلاص نعم العام القادم العام القادم في 21 شعبان أطلع ده هو الحول أشوف المال اللي عندي نعم طيب المال ده زي ما هو نفس القيمة أتنين ونصف في المية اتنين ونصف في المية او أسهل أصلا ممكن أقسم إيه 25 على ألف نعم أو 2.100 لا تقسم 40 2440 ربع العشر لا يعني فهمنا الموضوع ده المال اللي عندك عندك المائة ألف نعم تقسم 40 على الاربعين على الاربعين كام أعطوله ألف ونص المليون تقسم 40 25 ألف نعم أسهل عطوله طيب اللي هو ربع العشر ربع العشر طيب الحول يوم ولا شهر الحول يوم يوم يعني واحد رمضان يبقى واحد رمضان عشرين شعبين عشرين شعبين عشرين شعبين علشان أنا لات لو عندي حددت مثلا في ناس محددين مثلا بغزو البدر نعم 17 رمضان ده زكاة بتاعتي كل ما دخل قبل يوم سبع عشر بزكيه آه بعد يوم سبع عشر لا أزكيه فأنت الآن فرضنا ننسوها سبع عشر رمضان نعم وبعد نخلها فتاحا لحد أخر رمضان لما جي أخر رمضان كان صرف الفلوس كلها يبقى ضيها حق الفقير نعم يبقى لابد سبع عشر من سبع عشر رمضان أو حتى قبلها بيوم فأنت قبل سبع عشر رمضان تستعد أنا بستعدي إلى الآن يعني أنا شركاتي في رمضان أبتلي أعمل إيه؟ أتصب إخواتي في مصر عندكم الأنت كام وأشوف الفلوس الموجودة هنا في قطر كام وديوني عند الناس كام وأجم بعده كل وضبط أول ما يجي رمضان أروح مزكي على طول طيب السؤال هل ممكن حسابها بالتقويم الميلادي؟ آه بالتقويم ميلادي آه يعني واحد مارس اثنين مايو بس للضرورة للضرورة ودي لا تكون إلا في ميزانيات الشركات لأنها مرتبطة بالنظام المصريف بتاع البلد الوفيه البنك المركزي حاطت إيه؟ حاطتها واحد وثلاثين ديسمبر واحد أربعة تلاتين سئة تلاتين تلاتة دي النظام المصريف بتاع البلد الوفيه طيب لكن بالنسبة لي أنا غافظة لا أحول إيه؟ لتاريخ هجري طيب كيف يمكن حساب الحساب فيما يتعلق بالميلادي؟ آه الميلادي اتنين أنا بدرب اتنين ونصف في المية اتنين ونصف في المية يعني المبلغ هيبقى اتنين فاصل خمسة سبعة سبعة خمسة آه في المية في المية اروح ضرب المبلغ في الهاتف طبعا بتفرق طبعا يعني المليون المليون على الهجري الفين وخمسة عشرين ألف على الميلادي حوالي ستة وعشرين ألف وشوية طيب حضرك قلت موضوع الديون لو الإنسان آه موضوع الديون هل ممكن يخرج عليه الزكاة؟ كيف يخرج الزكاة على الديون؟ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يجي علي الوقت الزكاة انا عندي خمس وعشرين مصر عندي مائة الف. نعم. وبعد واحد مني استدان مني اختي اخويا اه بنتي. لا بنت لا. استدانه مني مبلغ من المان. وهيرضوه متأكد هيرضوه مئة في المئة. نعم. كأنه موجود عندي بالضبط. نعم. لان ليه كأنه موجود عندي مع انه مش ملكتام. نعم. لانه اخذ بازني. نعم. فكأنه ملكتام. نعم. فروح ضيفه على ايه اضيفه على الاموال اللي عنده وزكيه. نعم. في واحد بقى تاني بقى قول ده عمالي مطل فيه. بكرة. بعده. بكرة. بعده. السنة الجاية. سنة. منظره كيف مش هديلي فلوس. نعم. يعني ما احسبش عزة الدين. وما اللي احسبه امتى. فرضنا بعد خمس سنة قال له والله يا شيخ فريد. ادي ايه. ادي المبلغ بتاعك انت قلت خدته منه. ازكيه سنة واحدة بس. طيب. اول ما اغطى سنة زكيه سنة واحدة بس. طيب. اه اه هي بتقول انا امرأة متزوجة وامي ارمالة براتب قليل. هل يجوز انا اعطيها الزكاة. شوف. لا يجوز وجده جدتي وجده جده الفؤل. وامي لالله يرحمه رحمة الواسعة. وان علت. زي مثلا ابوها له جدي وامها له جدتي. وان علت. لا يجوز اعطاء الزكاة لأبويا والام ولا الجلود. ابدا. ولا اعطاء الزكاة للاولاد سواء بابني او ابنتي. وان نزلوا ابني ابني. ابني ابني ابني. ابني ابني. ابني ابني. ابني ابني. ابني ابني ابني. لا يجوز اعطاء الزكاة له. والزوجة. لا يجوز اعطاء الزكاة له. والزوجة. لا يجوز اعطاء الزوجة ايه الزكاة ملزم منهم فردنا التي مثلا أخويا أخويا توفي عليه رحمة الله وقال لي والله ما مات فقال ليته هو يتين فأنا قلت أنها ربي زي ما رب أبو طالب مين رب أبو طالب سيدنا محمد فأضموا إليه فأضمت ابن أخويا عندي في البيت وقلت أني خلاص أنت زي ابني وانشي ابني معهم وكل ويشرب معهم هذا لا يجوز إعطاء الزكاة لي ليه تلزمني نفقته خلاص فأبويا وأمي تلزموا نفقته حتى وصل بعض الناس قالوا وإن ماتت أمك وأبوك بلا زودة تزوجه فتلزموا نفقته وأمي تلزموا نفقته وعيب إن أنا أقول أطلع الزكاة الأمي وأبوي عيب طيب في سؤال الزكاة تخرج على في موضوع العمره سعر البيع أو سعر الشراء العمره العملة نحن عند التجارة الآن أي تجارة بقال أي تجارة ذهب كل شيء الزكاة لم يجب أحسابه على سعر السوقي النهاردة بكام الموبايل ده بكام النهاردة الموبايل النهاردة بألف ونص خلاص كده لما جاء أزكيه أنا أشتريته بألف ببيعه بألف ونص أزكيه على ألف ونص لا هو سؤاله لو أنا مفترض أخرج 100 دولار زكاة لكن أنا أخرج 100 دولار ده بعملة البلد الريال القطري الجنين المصري أحسب 100 دولار بسعر بيعه أو سعر الشراء لأنه في فرق بين سعر البيع وسعر الشراء سعر التحويل سعر التحويل لو أسعر الشراء طيب أيضا فكرة الزكاة في عملات مختلفة نفس الموضوع إنسان له تجارة في عملات مختلفة كيف يحسب أساسا زكاته هحسب زكاة الدولار هحسب زكاة الجنيه هحسب زكاة الريال ثم بعدما حسبته خلاص قونته كله بريدها عاوز بقى تحولهم كله دولارات حولهم عاوز تحولهم كله الجنيهات حولهم عاوز يطلع زكاة عن كل واحدة منهم بالقيمة بتاته خلاص بس يبلغوا إيه يبلغوا النصاب طيب هنا سؤال هيا برضو هل يجوز أن أعطي الزكاة لشخص وأنا أعلم أنه سيصرف فيه كماليات لا 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 فقه فقير فقير هو إيه المأكل المشرب الملبس المسكن إيه العلاج نعم طيب معنا اتصال أبو عبد الرحمن من قطر تفضل أبو عبد الرحمن السلام عليكم أم عبد الرحمن مع عزيرة أم عبد الرحمن تفضلي عليكم صاحب لا ترحش يا شخص أنا أخوية شقة آآ بالنص بس أنا كنيت وانا بستري شقة أننا بخصد الفلوس ومساعد أخوية أنه هو يشفر الشقة يتجاوز وأنا ما بخص منه أي إضاء فهل كده أنا الجزء تعشوية يعني عليه الزكاة ولا السؤال صوت مش واضح عبد الرحمن ممكن تعيدي السؤال مرة أخرى بس بصوت آآ أكثر وضوح استريت أنا أخوية شقة بالنص نعم آآ أنا كنيت وانا بستري الشقة معا أن أنا بساعد أخوية وبحصد فلوسي هم فهل أنا دلوقتي وانا بخطي من الأضاء نعم يبا بستري شقة إي حين مش شقة دلوقتي فهل دلوقتي أنا عليها الزكاة هو المراجز الزكاة طيب الجزء تعي أنا طيب جميل هي اشتريت شكرا لك يا مابرحمن شكرا جزيلا هي اشتريت شقة آآ مناصفة مع أخيها آآ وهي غير مستفيدة الآن بهذه الشقة ولا تأخذ منها إجار أو أي شيء هل على هذه الشقة هل بس الشقة بيعوها هل بيأجروها هي كانت بنيتها أن هي بتساعد أخوها يعني هي بتساعد أخوها يبدو أن أخوها كان مقبل على الزواج أو يعني بيحاول ضيق العيش ربما يكون ذلك لكن بعد ذلك خلاص تترك لهذا هي الآن غير مستفيدة بالشقة ولا مدينة على الم الاستفادة شيء تاني يعني أنا حط مثلا مئة ألف في البنك ومش مستفيدهم من أي شيء هم موجودين كلا وخلاص أزكيهم نعم فنفس الموضوع هل هذا يا خلاص تتبرع لأخوها بنصف الشقة ليت ولا النواب عليك فيما بعد لما يزكي لما يعني يستكمل قوتهم في المال وكم زكي يعطيها المال كدين عليه لازم نعرف هذا الموضوع طيب السؤال هل يجوز يعني ده سؤال هيا هل يجوز أن أعطي الزكاة للشخص بدون أكبره أنها زكاة أقول لها هنا هدية ده المفروض عندما أعطي الزكاة للفقير لا أقول له هذه الزكاة ولا هدية ولا شيء حتى لو قلت له هذه هدية بس نية الزكاة لكن لا أقول له هذه الزكاة حتى لا أكثر نفسه تنكسر نفسه كنت تلقى الزكاة لأنها كما قال النبي أوساخ الناس صلى الله عليه وسلم طيب في سؤال هل الأموال العامة والموقوفة والخيرية عليها زكاة لا لا ليس عليها زكاة هذه أموالها طيب يعني يعني في نهاية هذه الحلقة لأن الوقت ضيق يعني ما تريد أن تتوجه به للناس يعني نحن مقبلنا على شهر رمضان وفكرة الزكاة يعني هو بس المسارعة في استقبال شهر رمضان بحساب الزكاة من الآن أبتدي أجمع أموالي إن كان عندي تجارات إن كان عندي أموال إن كان عندي ذهب إن كان عندي مواشي إن كان عندي حاجة أبتدي أجمع من الآن أبتدي أرتب لأموال التي عندي بحيث أن يأتي موعد الزكاة بتاعب أنت جاهز مفضلش حتى آخر يوم بالضبط أبتدي أحسب ممكن يمر عليك مين واثنوات الأسبوع ليس مصلحة الفقير وهو حقه الله سبحانه وتعالى نعم أشكرا شكرا جزيلا بهذا ينتهي القالي يوم من ساعة صباح نشكر ضيفنا فضيلة الداعية الإسلامية فريد الهندوى المشرف الشرعي بصندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف القطرية كما نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا وجمعة مباركة وسلام الله عليكم ورحمة وبركة بسلام الله خيرا مولينا الله يخبر اشتركوا في القناة